قبيل انعقاد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من ستمبر بدأت تتضح ملامح الردود الأوروبية المحتملة على الانتهاكات التركية في شرق المتوسط وفي ليبيا وزير الخارجية الفرنسي جان إيفان لودريان أعلن أن المجلس الأوروبي سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط وخاصة درس فضع عقوبات على أنقرة وقال لودريان لإذاعة فرنس انتر أن فرنسا عدت هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لإدراج أدوات الرد التي يمكن أن تستخدمها حيال تركيا وبحسب موقع يوري نيوز رفض وزير الخارجية الفرنسي تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة وأكد أن هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها وقال أن أوروبا ليست عجزة على الإطلاق والأتراك يعرفون ذلك جيدا كما ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية من جهة أخرى قلت صحيفة كاثمرين اليونانية أن عبء الوسطة بين اليونان وتركيا للأزمة المستعرة في شرق البحر المتوسط تحول إلى برنين والاتحاد الأوروبي بعد الفشل الواضح للجهود الناتو للتوسط في الحوار اليوم وبعد أن فشلت تركيا خلال عقود من الانضمام للأسرة الأوروبية هل تنجح أوروبا في كبح جماح أطمعها التي طالت دولا تتمتع بحماية الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر